أكثر من خمس سنوات على إعلان استعادة السيطرة الحكومية على محافظة نينوى والجانب الأيمن من مدينة الموصل على هذا الحال فمشاهد الخراب لا تزال أحد الشهود على مزاعم تعويض السكان مادياً وإعادة إعمار منازلهم التي دمرت بحرب ضروس لا ناقة لهم فيها ولا جمل يأتي فصل الشتاء هذا العام محملاً بالآلام لسكان الجانب الأيمن من الموصل بدءاً من برودة الطقس الشديدة وليس انتهاءاً بنقص الخدمات الأساسية الحاد إعمار قليل، دعم قليل، تعويضات ماكو لحد الآن، بيوتايلة للسقوط يعني الساعة نموز الشتاء كل فترة حايت وقع كل فترة هذا حجر، أطفال يروحون يجون مدارس، هاي كلها تخوف حتى أن جثث قتلى حرب الموصل لم تنتشل بعد من قبل الجهات المعنية موجودة جثث قديمة، موجودة بيوت يعني، أهلاً ما رجعوا عليها فترة مرة أشي يرجع؟ مثل ما يقولون يرجع، يلقلوا شيء، مصدر رزق، مكان القديم، عمر مبني يعني ماكو لحد الآن بطالة كبيرة وركود في السوق ومعظم أصحاب المحال التجارية والطبية هجروا المدينة القديمة بعد أن يأسوا من إمكانية التعويض أو الدعم الماديين يابا سوق ماكو، سوق ماكو، سوق ضحيف، وشغل ماكو والعالم كل ده مضرورين، مضرورين، والقديمة مضرورة، وماكو شغل وماكو رواتب ماكو، ماعين طنر، رعاية ماكو والأشخال كلها واقفة والله القاعد بذاك الجانب يجاروا 400 و300، الله يكونوا بعونه ما يقدر يرجع، لأن بيته مهدم، ما يقدر يرجع يعني أساعة تجير بيت بالعيسراني، بـ 400,000 ميلي وأنا حمال يوم إيتي خمس تلاب، ست تلاب، عش تلاب، أزياد ماكو ما أقدر، ما متمكن يعني مجبورة أرجع على بيتي خربة، أقعد ببطنه، أش أسوي لما الله يفرجه ما جدوى تفاخر حكومات بغداد بموازنات سنوية مليارية إذا لم يصلنا منها دينار واحد بحسرة يتساءل أحد سكان الموصل الميزانية هل قادوا كلها جذب ما ينطل أحد لا يعودون أحد معنا عمر شيء دعمار أعمار وين عمر؟ كلها خرابة سيجري العمل على إعادة إعمار الموصل وإكمال المشاريع القائمة هو تصريح جديد لرئيس الجمهورية الحالي لكنه تكرر مراراً على لسان من سبقوه دون أي تنفيذ